فكرة الوعي السياسي تقلل عمية المشاركة الوعي يقلل المشاركة؟ أحياناً بشكل كبير جداً أحياناً يعني يؤدي الوعي إلى مشاركة سلبية وأحياناً يؤدي إلى مشاركة إيجابية فسي أنت لو أنت عارف أنه فلان جاي جاي في بعض الدول التي تباع الأصوات في مقابل بعض المرشحين فيجي الناخب يقول لك ما هو كده فلان جاي جاي أنا مش هشارك تمام لأنه صوتي مش هيأثر هو عنده وعي بشكل أنه ده كده هيجي بس وعي بالعملية السياسية كيف تدار داخل المطبخ السياسي والوعي الإيجابي بقى أنه هو عارف أنه صوته مهم جداً ولازم هيقدر الدور اللي عليه ولازم هيجيب اللي هو الناخب عشان يقدر يقول أن أنا شاركت في صناعة القرار داخل البلد بتاعتي مش في كل الأحوال وعلى أحياناً ده مش وجهت نظر بس وجهت نظر كثير من المفكرين والفلسفة أنه يعني الوعي أحياناً مش في كل الحالات بيبقى يعني وعي إيجابي بالعكس الحين الوعي تكون نتاجه سلبية بشكل واضح فإحنا في هذه الأحوال وإحنا نوجه يعني للمواطن لابد مشاركة سياسية المشاركة السياسية لابد أن تدلي بصوتك هو حق لك لابد أن تمارسه أنت يعني فرط في هذا الحق كيف يا دكتور صلاح تدفع المواطن أو الناخب أنه هو يكون موجود في لجنته الانتخابية وبيضي بصوته في صندوق الانتخابات هو المشاركة أحنا عايزي بس نقوله أنه هو الإحساس بالقضايا والمسؤولية الوطنية للدولة المصرية أنت دلوقتي بيتم مراقبتك عبر منظمات حقوقية دولية وبتشوف أن مدى الخطاب الديمقراطي المصري كيف يتم تدول السلطة انتخابات الرئاسة مش بس ده صوتك أنت مثلا ممكن عالد معايا أنت مش بتحسين بس بعض الأصوات اللي خدهم الفائز ولكن بكمية المشاركة وحجم المشاركة هي صورة بلد قدام العالم يعني نحن كنا مباهرين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية طبعا وإقبال فكرة حكي المشاركة كانت رهيبة المشاركة الكبيرة هي المشاركة السياسية هو موجود المشاركة السياسية في حد ذاتها ده إنجاز يعني فكرة إنجاز للشعب المصري أن يشارك حوالين السنديق أنت انزل على صندوق الانتخاب وإدي صوتك اللي أنت عايزه بس صورة مصر أمام العالم لابد أن تكون صورة قوية وصورة يعني تدل على الوعي السياسي الكبير على إن هذا الشعب مسؤول عن تقرير مصيره في المستقبل مش إنه بيترك الموضوع إنه طب مين لا حينزل لو أنت واعي ولو أنت إيجابي بتحب هذا البلد لماذا لا تذهب إلى صندوق الانتخاب وتدلي بصوتك أي مكان لا أحد يستطيع أن يوجهك أنك هتدي أي مرشح ولكن ادي صوتك ادي صوتك عبر عن حقك الانتخاب في أنك تدي صوتك بس هو مسألة الحقوق لا تتجزأ من فعش أن أنا أقول الحق أنا أخده ما أنت عندك الحق يبقى أنت عايز طالب تاخد حقك خده في كل مستوات العملية السياسية مش بس أنك أنت عايز أعبر عن رأيك عايز أطلع في الإعلام عايز إعلام حر عايز مستوى اقتصادي كبير جدا وبعدين حينما يأتي وتعطيك الدولة الفرصة في أن تعبر عن حقك والتعبير عن رأيك في انتخاب رأس الدولة لا تذهب إلى صندوق الانتخابات فأنت أنا عايز أقول إن لم تكن مع الدولة في هذا الموقف أن تضد الدولة لأنه فيه كتير جدا من الفئات والجهات المعارضة لاستقرار الدولة المصرية مش عايزك تنزل عشان تبقى صورة مصر مجرد أمام العالم وصورة عارية تماما والشعب لم ينزل ولم يقرر ولم ولم وبتالي أنت تشكك فيه الانتخابات المصرية فلا يجب أنت حتى لو قالك لا أنا مش تابع الإخوان ولا أنا مش تابع الجهات المعارضة لا أنا مع الدولة مع الدولة مع مصر بدون تحيز انزل إلى صديق الانتخابات وأعطي صوتك لمن يستحق رمضة